اشتركوا في القناة الى طويلة واحدة مع الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بزعامة احمد الجربة الذي يعتبره الغرب الممثل الشرعي للشعب السوري وقالت الصحيفة ان الاساد كان قد اكد ان استمسكه بعدم التحاور مع الاتلاف وانه لا يستطيع التفاوض مع اشخاص يطلبون التدخل العسكري في سوريا صحيفة القدس العربي كتبت مقالا تقول فيه ان ستة عناصر من اكراد قتلوا في تفجيرات انتحارية لحد استهدفت مقر امنيا رئيسيا وسط مدينة اربيل شبال العراق في هجوم نادر في الاقليم الكردي المستقر عادة وقالت الصحيفة ان الحكومة العراقية لم تستبعد ان يكون مرتبطا بلاحدات سوريا كما قتل سبعة وعشرون شخصا واصيب خمسة وثلاثون بجروخ في هجوم انتحاري بحزام الناس في استهدف مجلس عزاء شيعيا اقيم داخل مسجد في المسيب فيما قتل اربعة عشر شخصا في هجمات متفرقة اخرى ليرتفع الى ثمانمائة عدد الذين قتلوا منذ بداية سبتمبر تقول الصحيفة صحيفة الحياتية الاخرى تطرقت الى تفجيرات التي هزت مدينة اربيل وكتبت مقال تحت عنوان سلسلة انفجارات تهزو اربيل الامنة والعنف الطائفي يحصد العشرات حيث قالت الصحيفة ان سلسلة انفجارات هزت اربيل عاصمة اقليم كردستان مستهدفة مبنى مديرية الامن العام واسفرت عن عدد من القتل والجرحة وقالت الصحيفة ان مخاوف سارت من ان تكون هذه مقدمة او بداية لانتقال العنف الى الاقليم الذي يتمتع بالهدوء ويفخر زعمائه بانجازاتهم الامنية والاقتصادية كما ربط علي المسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نور المالكي بين الحادث والازمة السورية ولم يستبعد ان تكون جبهة النصرة وراءه مذكرا بالمعارك بين الاكراد السوريين والجبهة التي تحاول السيطرة على قرىهم وطردت الالاف منهم الى اقليم كردستان صحيفة لفيقاغو كتبت مقالا تحت عنوان ان تانياهو يريد ان يحضر اوباما من روحاني حيث قالت الصحيفة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ينمي اقناع اوباما بعدم استدراجه من قبل الرئيس الايراني ومواصلة الضغط على طهران بما في ذلك التهديد بتوجيه ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الايرانية اما صحيفة لفاريزيان كتبت مقالا تحت عنوان بوتفليقة يترأس مجلس الوزراء الاول من عام 2013 حيث قالت الصحيفة ان رئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفليقة الذي غاب عن المشهد السياسي الجزائري لعدة اشهر لأسباب صحية ترأس امس الاحاد مجلس الوزراء الاول من عام 2013 واضافت الصحيفة بالقول ان من خلال هذا الاجتماع تم استعراض سبعة مشاريع قوانين تمت المصادقة عليها ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون المالية لعام 2014 موسيقى موسيقى موسيقى